ترجمة نانسي قنقر وتركيا وذلك انطلاقا من الروابط الإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم ويتمتع فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين بأتم الجاهزية والاستعداد للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ للعثور على ناجين واستخراج الضحايا والجرحى والمصابين العالقين من تحت الأنقاذ في المناطق المنكوبة والوقوف إلى جانب المتضررين والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات